بسم الله الرحمن الرحيم أيضا الحضر الكريم إني سعيدة في وجودهنا بهذه المنطقة الثالثة الخير المعروب يعني أمس السنة ولا أنوي أن نصرح في السنة ولكن أراد الله أن نظرها اليوم وكما قال الشيخ الوعد بإذن الله بأنها هذه المنطقة تصدر يعني زور الفائد الزكرة الزكرة الأولى وهي يوم الإسراء والمعروب والذكرة التالية وهي يوم الشيط وبهذه المناسبة أريد أن أسفها إلى الزكرة النزيفة بالتهالي الحرة بهذه المناسبة وبهذه المناسبات مناسبة إسراء والمعراج ومناسبة الشهيد إلى سيد رئيس الجمهورية الززائرية عبد المجيب تابون وإلى كل رفقائه في ديوان الرئيسة وإلى كل سفرات بفريقيا الغربية سفرات الجزائر بفريقيا الغربية وإلى كل شيخ القادرية المغيرية بفريقيا الغربية وشيخ الطريقة التجانية بفريقيا دول فريقيا الغربية وبطرق الكنشية القادرية بفريقيا الغربية وبطريقة أرغبية بدول أفريقيا الغربية أعزيب أولي من هذه التعاني رجيب الأولى الحزن الرجل أن يمدد لهم الصحة والعافية والبركة في الأرض ولدولتنا وهي دولة الجزائر الأمن والأمان والاستقرار وربي أخبرنا من كل ملا وباق يا رب العالمين وبهذه المناسبة وبوجودنا أتمنى إن كل من هم قائمين بالزوايا وبمدارس القرآنية وبزيارتي إلى هذا المكان و أتمنى أن أن ينظروا بعين اعتبار هذه المدرسة القرآنية التامعة لزويتها الخير المعروف و يعطون أن ينظروا لها بعين اعتبار و يقفوا إلى جنبها من أجل حل مشاكلها و إنها زاوية فعلا معروفة زاوية زاوية عبر السبيل موجودة ومعروفة منذ القدر واليوم تبقى في المدرسة القرآنية التبع علىها أتمنى أن كل ما يهم الأمر في دولتنا أن ينظر بهذه القضية بقر وبعين اعتبار و نحن على كل حال منى الدولة ما عندنا مصب في دولة ولكن الاجتهاد للفراغ الدولة فقط فقلنا اجتهاد فراغ الدولة نبلغوها للدولة بأن هذا الفراغ اجتهاد مننا فقط ما نخلص عليه ما عندنا مصب عليه لا شيء ولكن انتمنا أننا كنا من أهلي مفاتح الخير يجلي الدعال هذا المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله